أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أنيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقى ما ترافذ خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم اجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسع وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بنصابيها وجعلناها رجوما للشياطين واعطلنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب الهنم وبئس المسير إذا ألكوا فيها سبعوا لها شريقا وهي ذهور فكانت من يزمنا وعيز كلها ألكي فيها فوج سألكم خزنتها ألم يألكم نزير قالوا بلى قد جاءنا نزير وفكذبنا أكلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكد ما كنا في أسآب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأسآب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا كولكم أو جاروا به إنه عليم بذات السجور ألا يعلم من خلق وهو الذي هو القبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض أَمْ أَمْنَتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَيْنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَزِيرٌ وَلَقَدْ كَزَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِهُ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَثِيرٌ أَمَّنْ حَازَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْسُرْكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا بِي غُرُورِ أَمَّنْ حَازَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْسُرْكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا بِي غُرُورِ أَمَّنْ حَازَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْسُرْكُمْ أَمَّنْ حَازَ الَّذِي يَرْزُكُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّهُ فِي عُطُوِّ وَنُخُورِ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَحْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَكِينَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُهْشَرُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْخُ إِنْكُمْ تُنْحُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْخُ إِنْكُمْ تُنْصَارِكِينَ قُلْ إِنَّمَا الْإِلْمُ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَنَزِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأُوهُ ذُلْفَتَنْسِيَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَجَّعُونَ قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَحْلَكَنِيَ اللَّهِ وَمَّئِيَ أَوْرَهِمَنَا فَمَنْ يُجْهِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَزِيمٍ قُلْ أَرَعَيْتُمْ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاعُكُمْ وَوْرَى فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَهِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عزيم فستبسر ويبسرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل أن سبيله وهو عالم بالمحتدين فلا تتع المكذبين ودوا لو ترهن فيرهنون ولا تتع كل هلاف مهين أماز مشاء بنمين مناء للخير مؤتد أسيم قطل بعد ذلك ذنيم أن كان زامال وبنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أسافير الأولين سنزمه على الخرطور إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقصم ليسرمنها مسبهين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبح اسكسرين فتنادوا المسبهين أن اغدوا على هرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغنوا على هرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوستهم ألم كلكم لولا تسبهون قالوا سبحان ربنا إنا كنا صالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا تَغِينَ أَسَى رَبُّنَا إِنْ يُبْلِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ قَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ لِلْمُتَّكِينَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّكِينَ إِنَّا رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَّئِيمِ أَفَنَجَعَلُوا المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْكِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَأَلْهُمْ أَيُّهُمْ لِذَلِكَ ذَئِينَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءً فَلْيَعْتُوا بِشْرَكَائِهِ إِنْ كَانُوا صَادِكِينَ يَوْمَ يَكُشَفُوا أَنْ سَاكِمُوا وَيْدَعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَتِعُونَ خاشعةً أبصارهم ترهكهم زلة وقد كانوا يدعون إلى السجود أهم سالمون فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَزِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَرَّمٍ مُسْكُلْهُدْ أَمْ إِنْ يَدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاسْبِرْ لِهُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتَعْمِنْهُمْ وَلَا تَكُونَ وَلَا تَكُونَ قَصَاهِبُ الْحُوْتِ إِذْنَادًا وَهُوَ مَخْبُونَ لَوْلَا تَلَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُرِزَ بِالْعَرَاهِ وَهُوَ مَزْمُونَ فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ مَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَكُونُونَ إِنَّهُ لَمَجَدُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا زِكْرُ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة فما أدراك ما الحاقة كذب السمود وعادوا بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاضية وأما عانوا فأهلكوا بريء صرصر آتية سخرحا عليهم سبع ليال وسمانية أيام خسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز أهل الخاوية فألترى لهم من باكية وجاء فرعون وما قبله والمتفكات بالخاطية فأسوا رسول ربهم فأهزهم أهزة رابية إنا لما تغلما واملناكم في الجالية إن جعلها لكم تذكرة وتأيها أذن وائية فإذا نفخ في السور نفخة واهدة وهمنت الأرض والجمال فنكت نكة واهدة فيومئذ وقعت الواقعة فانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها فيحمل أرشى ربك فوقكم يومئذ سمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خاقية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ومقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاكن هسابيا وهو في إنشة راضية في جنت عالية في جنت عالية كتوفها دانية كل واشربها ليا بما أسلفت في الأيام خاليا فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما هسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى أني ماليا هلك أني سلطانيا وزوه فغلو ثم الجهي مصلو ثم في سلسلة زرعها سبعو نظرا أن فسلكوا نظرا أن فسلكوا إنه لقول رسول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهد على طعام المسكين وليس له اليوم حا هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ولا أقصم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شائر قليلا ما تذكرون تنزيل قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون وإننا لناعلم أنه وإنه لا تذكرت للمتكين وإنه لا تذكرت للمتكين وإنه لا حق يكين وإنا لناعلم وإنا لناعلم أن منكم مكذبين وإنه لا حسرة على الكافرين وإنه لا حق يكين فسبه بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائر بعزام واقع للكافرين ليس له لافع من الله زي المعارج تعرج الملائكة دوروه إليه في يوم كان بكداره خمسين ألف سنة فاسبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون اللبال كالإهل ولا يسألها ميمة ولا يسألها ميمة يبصرونهم يوض المجرم لو يفتلي من عذاب يوم إذن لبليه وصالبته وأخيه وفسيرته التي تؤويه وما في الأرض يمي أنس ما يمجي كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تلعو من أدبر وتولى وجمع فعوعا إن الإنسان خلقها الوعا إذا أمسه الشر جزوعا وإذا أمسه الخير منوعا إلا المصلين اللذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم من عذاب والذين يصدقون بيوم إكدين والذين هم من عذاب والذين هم من عذاب والذين هم من عذاب ربهم مشتكون إن عذاب ربهم غير معمون غير معمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا 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 على أزواجهم أو ما ملكس أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راءون والذين هم بشهاداتهم قائبون والذين هم على صلاتهم يهافزون أولئك في جنات مخربون فما للذين كفوا كبلك مهتئين عن اليمين وعن الشمال إزين أَيَطْمَعُ كُلْ لُمْرِئِمْ مِنْهُمْ أَيُدْخَلَ جَنَّةَ نَئِيمِ كَلَّا إِنَّهُ كَانَهُمْ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْصِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِخِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوكِينَ فَزَرْهُمْ يَخْوُدُوا وَيَلْعَبُوا هَتَّى يُلَاكُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يَوْمَ يَخْضُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ سِرَاءٌ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُسُبٍ يُوْتُجُونَ خاشئة أبطارهم ترهكهم سلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى كومه أن أنذر كومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا كوم إني لكم نزير مبين أن يأبدوا الله واتكوه وأتيعون يغفر لكم من ظنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا وانهارا فلم نزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وصابئهم في آزانهم واستخشوا سيارهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأصررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقهم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتباقا أجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم بيها ويخريكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساضا لتسلكوا منها سبلا فزاجا قال نوه رب إنهم أسوني واتبعوا من لم يزدهم ألهم وولدهم إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذلن آلهتكم ولا تذلن ودا ولا سواعا ولا يغوصا ويغوصا 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 وقد أدلوا كثيرا ولا تزل الصالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم تجدوا لهم من قلوم الله أنصارا وقال نوه رب لا تذل على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذلهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب الفل ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذل الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا كرآن أجبا يحدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاهبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كسبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزالوه راقا وأننا لمسنا السماء وأنهم ظنوا كما ظنوا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعص الله أهدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئس أرسا شديدا وشوبا وأننا كنا نكعد منها مقائلا للسماء ومن يستمع الآن يزله شهابا رسدا وأننا لا ندريه شر أريد ممن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأننا ظننا أن لن نؤجز الله في الأرض ولن نؤجزه أربا وأننا لمسنا السماء وأننا لما سمعنا الهداء آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بحسا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأننا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأشخيناهم ما أنقراطا ما أنقراطا لنفتنهم فيه ومن يؤرد أن ذكر ربه يسلق وعذابا صادا وأن المساجد لله فلا تدعوا عن الله أهدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه ودا قل إنما عدو ربي ولا أشرك به أهدا قل إني لا أملك لكم درا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أهد ولا الأجر من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يأس الله ورسوله فإن لهنا ودهرن مقابلين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يؤدوا نفسا يعلمون من أضعف ناسرا وأقل وددا قل إنما أدوا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يزير على غيبه أهدا إلا من القرى من رسوله فإن له يسلق بين يديه ومن قلبه رسدا يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأهات بما لديهم وأحصى كل شيء ألدا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم ملك من ليل إلا قليلا نسفه أو انقس منه قليلا أوزد عليه ورطل القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك كولا سكيلا إن ناشاة الليل هي أشد وتعواك وبكيلا إننا لك في النحار سبهان طويلا واسكر اسم ربك بكرة وتبتل واسكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا رب المشرك والمغربي لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا فاسبر لحكم ربك فاسبر على ما يقولون وحجرهم هجرا جميلة فزرني والمكذبين أولي النعمة ومحيلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجهيما وطعاما زغسة وعزابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كسيبا محيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا إليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأهزناه أهزا وبيلا وكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل ملدى نشيبا السماء فتر به كان وعنه مفعولا إن هذه تسفرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من سلسة الليل ونسبه وسلسة وطائفة من الذين مات والله يقدر ليل والنهار ألم أن لن تخصوه فتاب عليكم فكرؤوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خيراً وأعظم عزرا واستغفروا الله إن الله كان عليم إن الله غفوراً رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّرْكُمْ فَأَنْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَتَحِّرْ وَالْرُزَّةْ فَاسْدُرْ وَلَا تَمْنُعْ تَسْتَكْسِرْ وَلِبَ رَبِّكَ فَاسْدِرْ فَإِذَا نُخِرَ فِنَّاكُمْ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذٍ يَوْمٌ أَسِرْ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ سِرْ زَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَعِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَمَدِينَ شْهُودًا وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا أَلِيدًا سَأُرْهِكُهُ صَعُودًا إنه فقر وقدر فقطل كيف قدر ثم قطل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سهر يؤثر إن هذا إلا كول البشر سأسليه سكر وما أبرك ما سكر لا تبكي ولا تذر لوهة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصاب النار إلا ملائكة إلا ملائكة وما جعلنا إدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيكن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليكون الذين في قلوبهم مرضوا مرضوا والكافرون ماذا راض الله بهذا مسألا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر قلى والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسبر إنها لإهدى الكبر نزيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسب الرهيمة إلا أسعب اليمين في جنات يتساءلون أن المجرمين ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب في يوم الدين حتى أتانا اليكين وما تنفع الشفاعة الشافئين فما لهم أن التذكرة مؤردين كأنهم هم رمو سنفرة فرت منك السرى بل يريد كل مئ منهم أن يقتسوا فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء أتخذ إله ومن شاء أذكرة ومن شاء أذكرة ومن شاء أذكرة ومن شاء أذكرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم الكيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيهسب الإنسان أن لن نجمع إزامة بلا قادرين على أن نسويا بلا قادرين على أن نسويا بنا نهبل يريد الإنسان يفجر عمامة يسأل أين يوم الكيامة فإذا برق البسر وخصف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم إزن يقول الإنسان يوم إزن أين المفر كلا لا وذر إلى يوم إزن إلى بك إلى بك لا ربك يوم إزن المستقر ينبع الإنسان يوم إزن بما قدمه أخر بل يريد الإنسان بل الإنسان على نفسي بسيره ولو ألقام آزيره لا تهرر به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تهبون الآزرة وتذرون الآخرة وجوه يوم إزن نادرة ووجوه يوم إزن علي إلى ربها إلى ربها نازرة ووجوه يوم إزن عليها ووجوه يوم إزن باسرة ووجوه يوم إزن باسرة إلى ربك يوم إزن المساقة بلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أي طرف سدى ألم نكن تفتم ألم يكن تفتم ممن يمنا ثم كان علقة فغلق فصوى فجعل منه الزوجين الزكر والأنسى عليس ذلك بقادر على أن يخي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم الأتى على الإنسان حين من الدحر لم يكن شيئا بذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمساج نبتلي فجعلناه سميعا بشيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان لزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ينفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستثيرا ويطعمون الطعام على هبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندوة وشرورا وجزاهم بما صبروا جنة وهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودارية عليهم زلالها وزلل الكتوفها تزليلا ويطاف عليهم بآلهم فدة واقواب كانت قواريرا قواريرا من فدة قدرها تقديرا ويسكون فيها كأسا كان مزاجها زميلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويتوف عليهم ملدان مخلدون إذا رأيتهم هزبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت زم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم سياب سلس خدر واستبرا وخلوا أساورا من فدة وسقاهم ربهم شرابا تخورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان شأنكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك الكرآن تنزيلا فاسبر لهكم ربك ولا تتعينهم آسما أو تخورا واسكر اسم ربك بخرة واسيلا ومن الليل فاسجل له وسبحه ليلا طويلة إن هؤلاء يهبون الآجلة ويزرون وراءهم يوما سكيلا نحن خلقناهم وشدرنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سميلا فما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد له عذابا عليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاسفات عستا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكية زقا عزرا أو نزرا إنما تعالون لواكع وإذا النجوم تمست وإذا السماء أخرجت وإذا اللبال نسفت وإذا الرسل أكتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبيعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل ألم نجعل ألم نجعل مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم وقدرنا فنعم القادر ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموت واجعلنا فيها رواسي الشامخات وأسقيناهما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إنطلقوا إذا زل زي سلاسي شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة سطر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينتكون هذا يوم لا ينتكون ولا يؤذن لهم فيعتزرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتكين في زلال وغيون وفاقها مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجز المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إن كنتم مؤمنين مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا كلا له مركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حالي يسن بعده يؤمنون صرق الله العظيم